وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في قطاع الحج والعمرة تقفل باب التسجيل لحج هذا العام لحجاج دولة الكويت حيث سجل في منصة الحج الإلكترونية 45 ألف راغب بالحج وتم اختيار حوالي 7500 مواطن ممن تنطبق عليهم الشروط والأولوية كانت لكبار السن سكرنا باب إعلان رغبة الحج استمرين خلصنا فترة الأولى من التسجيل نحن الآن في الفترة الثانية وهو ترشيح المقبولين للحج وتسجيلهم لدى حملات الحج بأيام معدودة فضل الله عز وجل سجلنا أكثر من 7500 حاجة لدى حملات الحج الكويتية بالنسبة للتسجيل تقريبا وصلنا حوالي 45 ألف ما شاء الله كانت قبار كبير جدا 45 هذه تنطبق عليهم الشروط يعني حين البرنامج السنة هذه غير البرنامج العام الماضي يعني لا يقبل إلا من تنطبق عليه الشروط القطاعات المعنية في الحج في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والحملات الكويتية تكمل استعداداتها المبكرة من أجل حج آمن وميسر لحجاج بيت الله الحرام إذ تبلغ حصة دولة الكويت ثمانية آلاف حاج اللهم لك الحمد في هذا العام يعني كان الترتيب أفضل من عوام السابقة من خلال منصة التسجيل ومزارة الأوقاف وكذلك قامت المعرض اللي يشمل جميع حملات الحج الكويتية إسعار متفاوتة يعتمد على حسب السكن على حسب المكان في فنادق خمس نجوم في فنادق مطلع الحرام في فنادق مثلا في المنطقة النسيم أو العزيزية يعتمد والأقبال الحاج مو على السعر على الخدمة وتميز الحملة وأيضا السعر قامت الوزارة مشكورة في عمل آلية جديدة في موضوع التسجيل والتسجيل هذا تم بمطابقة هويتي إذا حدد أن كل حاج يعرفون أنه هو حج من قبل أو ما حج من قبل طبعا ستسجل في السيستم وحدد الأعمار المعينة خل الأولوية لكبار السن اللي هم أعمارهم من 57 سنة وفوق هذه من كسوة الكعبة الأصلية طبعا كل اللي تشوفون هنا مقتنيات من الكعبة في عزمنا مختلفة طبعا في الكسوة الشامية، الكسوة الرغية، الكسوة الحجازية كلها موجودة وفرناها هنا في المعرض عشان زوار المليون تعرف على مقتنيات الكعبة كاملة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعمل من خلال استراتيجية متطورة بالتعاون مع سلطات الحج في المملكة العربية السعودية من أجل توفير كل الخدمات المتقدمة والمتميزة لحجاج دولة الكويت على طريق إنجاح أداء فريضة الحج لهذا العام فهد التركي تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر